كابتل ناصر إبراهيم كنا سألنا قبل فاصل الفوارق ما بين المدرسة البرتغالية والفرنسية وهل كارترون أخطأ في عدم إيجاد بديل من داخل التيم مش من الخارج لأننا موقوف القيد لطارق حامد الفترة اللي اشتغل طويلة اللي اشتغالها في نادي الزمالك آه طبعا طبعا كان لازم يقالي بديل وكان ما يبقاش فيه مشكلة بس هو مستر كارترون كان بيغير كتير برضه فنيا يمكن كان بدنيا كويس بدنيا ومعه لعيبة كويسة فده اللي كان بيساعده لكن فنيا كان بيعمل حاجات كتير غريبة طبعا ده من بدري حتى وكان بيكسب لكن كان بيعمل حاجات غريبة يعني فجأة يروح ملعب عبدالله جوم على ناحة المين وفجأة يروح يعني لا كان بيعمل حاجات غريبة وبعدين تشكيلاته كل مرة كان بتشكيل شكل برضه كنت باستغرب وبعدين كان مثلا فرقة تكسب النهاردة ومشي كويس وفجأة يروح مرايح منها خمسة ستة ويلعب بدلهم لأ كان في حاجات غير طبيعية فنيا أنا بتكلم فنيا لكن مستر في بعض الناس بتقول ان هو كان قاصد او كان عايز يمشي أنا معرفش يعني أنا قاصد يعني ما اعتقدش ان فيه مدرب صعب صعب يمدرب يعني يبقى يعمل حاجات دي لأ هو فك هو معرفش هو كان عايز كل اللي عايزه ان هو يشرك جميع اللعيبة طب يشركهم ازاي هو مش عارف فما كانش بيلاعب لأ كان لعب النهاردة ماتش مرة لعب وبعدين فلاقيت فجأة سبع برة كاسبانين ومشيين كويس وهين سبع برة هو عمل الكلام ده عكس بعد ما رجعنا من كاس الأمة أفريقية كنا باللعب مين يا جماعة ماتش اللي بعد كاس الأمة أفريقية أطول سموه اعتقد راح ملاعب كل الدوليين بالزبط اوكي كانوا مجهدين جدا وبعدين لماتش التاني راح مقاعد كل الممكن كان عكس يعني كان لعب كان رياحهم ماتش الأولاني ولعبي ماتش بيتر أتلتكو هو كان بتعامل بطريقة غير طبيعية أنا بولاد بصراحة حتى البطولة الودية اللي كنا بنلعبها لا لعب بالصغيرين اه بتاع كاس الرابطة دي اه حرق دول وحرق دول طب استفدت ايه؟ ما استفدش حاجة صح انا بقولك بصراحة صح كان بيعمل حاجات جريبة فنية أنا بتكلم ككورة ها فأمستغب لكن هو كان حتة لمه للعيبة ممكن كان كويسة حتة البدني بتاعه كان كويسة لكن فنيا لا فنيا فريرة لا فريرة فنيا أعلى حقيقة أعلى أعلى ونفسيا يعني فريرة شايف تعامل فريرة مع اللعيبة نفسيا الفترة اللي جاية من خلال السي في بتاعه قبل كده معانا ممكن يرتقي بأداء الزمالك الفترة اللي جاية مهمة أنا شفتها أنا شفتها مع مع أيمن حفني اه أيمن حفني الوحيد اللي في أيامه كان حاجة جامدة قوي ابتدى يزبطه يلعب أمتى ملعبش أمتى خلى أيمن حفني في حتة تانية رغم أن فيه مدربين كان يقولك أيمن قصة ما بتمرنش قصة كذا قصة ضعيف قصة لا نفسيا أنا ما أعتقد وخاصة إن اللعيبة كلها كان بتهبه اللي بيلعب واللي ما بيلعبش صحيح أيمن محبوب حتى من جمهور الزمالك كمان يعني بالظبط وفنيا أنا عالي أنا ما نساش ما نساش حقيقي يعني يوم ما هاتش صفاقسي هنا لو تتذكروا اللي اتغلبنا منه خمسة واحد وجينا هنا النجم السحيل يا أعتاقي النجم السحيل نجم السحيل وجينا هنا كسبنا ثلاثة سفر وكان فضلين أجول نجيبه أنا كنت بتفرج المنش ده وطرد كان علي جبر علي جبر في أول المنش وتغييره اللي عمل لا بيفهم مدرب كويس والله هو والله ومعالي عيبة كويس يعني الفرق ممكن يكون في الكوتشنج ما بين كارتيرون وما بين فريرة لا هو أحسن ما أنا بقولك الكوتشنج يعني العين التشكيل التغيير إدارة المراء مهمة جدا برضه واللي بيساعدك برضه لبقى بيبقى معك لعيبة كويس أطرد إحنا عندنا لعيبة كويسة ولو حد يمشي وحييجع تلاقي بينجيب لعيبة كويسة استينات زمالك طوله وعمره فنين بيبقى عالي حقيقة